ينظم مجلس النواب بالتعامل الاتحاد البرلماني الدولي أعمال الاجتماع البرلماني العالمي على هامش أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قابتون تي سيفن بمدينة شرم الشيخ وذلك بمشاركة واسعة من وفود برلمانية من أكثر من ستين دولة فضلا عن المنظمات البرلمانية الدولية والإقلامية ومن المقرر أن تشهد جلسات الاجتماع البرلماني العالمي نقاشات مكثفة بين البرلمانيين والخبراء من أنحاء العالم حول سبل تفعيل وحجد الجهود العالمية لمكافحة ظاهرة تغير المناخ كما سيتضمن الاجتماع شهادات من الخطوط الأمامية وما يمكن القيام به للحد من ظاهرة الاحتباس الحرية